بتحب ينقال عنك نجم مسرح أم ممثل تلفزيوني شو الفرق اليوم بين نجم و فنان ما بحب بيقولوا عني نجم لأنه النجم لحاله بيظهر بالسماء أما بحب بحب بيقولوا عني ممثل ظريف كيف ظهرت من البداية يعني من البداية تعرف كان من زمان يعني لحنا بوكالة الغوص كانوا يجمعوا شيء خمسين ستين واحد بمدارس الابتدائي والإعداد مدارس الابتدائي فأنا كنت أحكي لهم قصة صراحة كنت يعني حب أقرأ قصة صمت أنا والصغير يعني العلاقة بالوالد يعني يقرأ ملاحن كنت أحضرها مثل شو مراحب يحضر للتلفزيون فكنت أحضر مثلا الظاهر بيبرس أو مثلا الزير سالم أو دياب ابن غانب احكي لهم كل ما أوصل لمرحلة يوقف أقول لهم بكرة فكان الصف دائما يكون يعني يفوت المدير يفتح شوفي عندك قدرة على جذب أو على الكبش لاحظوها كتير أسازة لاحظوها وخاصة بالحفلات يعني أنا صوتي ماشي حالو بياخذ عالا كنت يعني اقرأ لهم قصص فكانوا الأسازة يحبوا صوتي ألقائك وصوتك كنت تعتبر أنه ممثلي التلفزيون هني من درجة تانية وأنه الممثل المسرحي هو الأقدر على إبراز ذات والشعور اليوم وين الممثل المسرحي السوري؟ والله الممثل المسرحي السوري ما عاد فيه لأنه بذهاب المخرجين الكبار والكتاب الكبار ما عاد فيه صراحة من الأخير بالنسبة لأنه بالفترة اللي أنا حكيت عن هذا الموضوع كان في عنا يعني كتاب كبار يعني ومخرجين كبار فأنا كنت يعني أعتبر اللي ما بيشتغلوا مسرح هدول ممؤسسين يعني لازم يوحد يشتغل مثل أي أساس في الدنيا كلها لازم يكون واحد مؤسس لحتى يشتغل تلفزيون سينما علما أنه أنا التلفزيون بشكل عام ما بحبه لأنه بيستهلك من طاطق الإبداعية لأنه مثلا بتعيد وهاي مو زابط شريكك ما بيكون حافظ بالمسرح في ارتجال أكثر بالمسرح يعني ما في غلط ما في غلط طبعا بالمسرح يعني بالمسرح في حكاية كاملة في شعور كامل في حب للمكان بتحس ببيتك قاعد فأنت لما تشتغل بالمسرح كأنه واحد عم بتشغل ببيته بينما إلى جانب في شي جمعي بين البشر في شي العلاقة بالحب العلاقة بالناس يعني كل يوم بتقعد معهم بتشوفهم في عندك فكرة بتقولة في عندك اقتراح بتقوله في تعاون في تكامل في هذا الفن بينما بالتلفزيون اللي بحبها ما بشوفها غير وقت الكاميرا اليوم ما في نجم مسرحي بتقول والله ما في صراحة ما في نجم مسرحي من قبل 15-20 سنة كان يقولوا لنا نجوم مسرح حلا ما عاد صار التلفزيون تغع كل شي تغع السينما والمسرح إلا طبعا بأوروبا وبأمريكا بهوليوط بيبقى النجم السينمائي حتى في مصر لأنه ما زال هناك عداد وتقاليد في مصر بيبقى النجم السينمائي إله أما بالمسرح صراحة كان نجم مسرحي هلا معا وخاصة أنه المسرح التجاري يعني أنا ما كتير بحبه أو ما برغبه فهناك نجوم مسرح تجاري تجاري بتتابعون؟ لا والله على خشبة المسرح الجامعي قدمت العديد من الأعمال المسرحية مع المخرج الراحل فواز الساجر صحيح وجواد الأسادي بعد صرت عضو اللجنة المركزية بالمسرح الجامعي بدمشق وانتسبت عام 76 للمسرح القومي برأيك اليوم شو سبب تراجع هذا المسرح السوري قبل وخلال الأزمة في أسباب بيقولوا اليوم في ضعف أو في عم يعيش أزمة هوية أزمة نص والله يشوف بالمسرح الجامعي أنا الحقيقة اشتغلت مع كتير مخرجين ولكن الأستاذ فواز الله يرحمه أخذني من المسرح الجامعي للمسرح التجريبي نعم يعني بالمسرح الجامعي لسعد الله والنوس طبعا لأنه الله يرحمه سعد الله كان هو مدير المسرح التجريبي فأنا بالجامعة الحقيقة ما التقيت أنا وفواز التقيت معه في المسرح التجريبي والتقيت مع جواد بالمسرح الفلسطيني والمسرح القومي السوري نعم لأنه أنا عضو مسرح تجريبي عضو مسرح قومي سوري بالنسبة لمرحلة الجامعة عملنا أعمال كتيرة بعدين صار شوية مشاكل بالمسرح الجامعي أنا يعني طلعت من المسرح شو كان السبب طلعتك هلأ عدم العدالة عدم العدالة يعني أنا زلمة صريح دير فقلت لهم ما في عدالة وكان الله يرحمه فواز قاعد انتبه لهذا الشرح العدالة هي بوجوه أحساب وجوه تاني يعني يعني خلينا نحكي لأول مرة معلي يعني كان فيه محسوبيات يعني فيه محسوبيات خلينا نقول فلذلك أنا طبعا هاي الذكريات أنا بحبها كتير ما بحب أولى لأنه كتير دقيقة أنا نسحبت لأعمل مع يوسف حنى الله يرحمه بمسرحية العادلون للبير كامو وتركت المسرح الجامعي بجسر آرتا رد رجعني لأستاذ يوسف ويعني حديث يطول اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر